التوازي مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي إغلاق المعابر الحدودية حيث يتعمد إغلاق معبر بيت حنون لمنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات في المحافظات الشمالية بالإضافة إلى منع تنقل العمال والأفراد قطاع غزة بالأساس هو معرض للحصار وتحت الحصار منذ أكثر من 17 عام فالوضع الخاص بالأجهزة الطبية وصيانتها وإدخال المعدات المتطورة منها هو من ضمن المحضورات التحولات المرضية مثل مرضى السرطان ومرضى الكشف المبكر عن السرطانات وبعض العمليات الدقيقة النادرة جميعهم محرومون الآن بسبب إغلاق المعابر وفرض القيود الإسرائيلية المشددة عليهم كخطبة لتنفيذ عقاب جماعي يستدف المدنيين يستمر الاحتلال في تعميق جراح أهل القطاعة حيث يتعمد إغلاق المعبر التجاري الوحيد كرم أبو سالم مما يحول دون إدخال الشاحنات المحملة ببطائع والمواد الأساسية والوقود لمحطة الكهرباء اليوم منع إمداد محطة توليد الطاقة الكهربائية بالوقود هو يعني تعمد قطع الطاقة الكهربائية وما يشكل ذلك من مساس بكل الخدمات الأساسية بكل الخدمات الإنسانية كخدمات المياه الصرف الصحي معالجة مياه الصرف الصحي المستشفيات والأجهزة الطبيعية المختلفة لأن المستشفى يتأثر عملها بالكهرباء حتى بنوك الدم وما إلى ذلك وبالتالي هناك تعمد واضح في تعظيم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وهذا كله يأتي واسط صمت المجتمع الدولي ويوما بعد يوم تزداد معاناة قطاع غزة المثقل بالأعباء الاقتصادية والإنسانية والمعيشية التزداد أكثر مع منع الاحتلال دخول الوقود إلى شركة الكهرباء لتفاقم معاناة مختلف الفئات إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 16 عاما ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة إغلاق الاحتلال المعابرة لليوم الرابع على التوالي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق شعبنا في استمرار لسياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة من غزة عمرو الدهودي تلفزيون فلسطين